ايه اللي بيحصل في حي الشيخ جراح سنة 56 كان فيه اتفاق بالانروة اللي هي منظمة الامم المتحدة للمهجرين الفلسطينيين مع الحكومة الاردنية على توطين 28 عائلة فلسطينية هجرت في حي الشيخ جراح سنة 67 جيش الكيان الصهيوني سيطر على الحي وفي نفس الوقت سيطر على مناطق من فلسطين الشرقية وعمل تجميد لموضوع تسكين العائلات سنة 70 كنست الاسرائيلي اقر قانون ان هو يعيد ملكية الاراضي اللي كانت يهودية سنة 1948 الى اصحابها القدامى طبعا المؤسسات اليهودية ما سكتتش يهود سنة 72 قدموا وثائق تثبت ان الاراضي دي ملكهم وكانوا مستندين على وثائق عثمانية سنة 82 الجماعات الاستيطانية الصهيونية طبعا ما سكتتش رفعت دعوة على 24 عائلة ان هي تطلعهم من اراضيهم سنة 91 كانت هي المصيبة المحامي توسيا كون قدر يلحك على عائلات بانهم قالوهم انا هقدر اعمل لكم قضية وارفعها وتكسبوها وتحافظوا على ملكيتهم للارض لكن طلع الموضوع كله خلعة ان هو خلاهم مستأجرين على ارضهم فيسر علوم قانون المستأجرين اهلك طبقه على عين وعلا راسي بس اسمحني يهو دي وللأسف من 2002 لحد اللحظة دي بيتم تهجير الفلسطينيين العائلات المتبقية في حي الشيخ جراح من اراضيهم من حقهم اللي هو ملكهم المضحك المبكي في الامر الكائن الصهيوني وامريكا اللي بتدعمه عايزين العالم والفلسطينيين يعترفوا بحقيقة الوثائق اللي هما بيدعوها ما بين امم المتحدة وكنسة اللي هي المرحلة اللي بدأت من 1956 في حين على ما اتذكر ما اتذكر ان الحد اوائل سنة 1948 كانت الدولة اسمها فلسطين عايزنا اعترف بيه باشا اكدب التاريخ اغمض عيني واكدب التاريخ صح؟ والمؤسف اكتر الخناقات اللي في الكومنتات التخوين اللي في الكومنتات انتوا عارفين؟ انا عندي قناعة ربنا قال في صورة الاسراء فاذا جاء وعده اولى هما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد اغلب المفسرين مؤمنين ان الاية دي هي التوقيت لطرد بني اسرائيل انت لو مؤمن بربنا تدعي لهم لا اشتي ما هتفيد ولا تخوين هيفيد ولا تطبيع هيفيد وعد ربنا حق فاتمنى ما تشتموش بعض في الكومنتات برضو وقلوا الاية كويس وخشوا على تفسيرها وعرفوا ولادكم ان فلسطين عربية مسلمة وعرفوا ولادكم ان القدس عاصمة فلسطين ما يتحكوش عليكم ويقولوكم ان ده نزاع سياسي او خلاف سياسي طالما ذكره في القرآن يبقى خلاف ديني صلوا على النبي ويدعوا ربنا فلسطين عربية مسلمة الى ان يتحقق وعد الله شلوم